حتى الحداد جزء ده يا جماعة مهم جداً استنيت عليه كتير لما فوران المفتعل ينتهي زي ما قلت لك في العنوين حتى الحداد والحديث عن شهد سينة الزباط والمجندين بيجي حسب المزاج مرة تليهم عاملين حداد وبيوزعوا التهمات هنا وهناك ومرة تلاقي خبر عادي مكتوب ومرة تلاقي الخبر في وسائل إعلام تانية يعني بقى لنا 72 ساعة على خبر وفاة خمس زباط وجنود خمس زباط وجنود شهداء زي الشهداء اللي سبقوهم واللي هيلحقوا بيهم خبر مر بشكل عادي جداً ولا أي حاجة مصر مقتل إصابة دام الروسيا روسيا اللي بتعلي مصر مقتل وإصابة خمس عسكريين خلال مدهمات في محافظة شمال سينة حدش لبس لهم تيشرتات مثلاً زي مزعين القنوات اللي راكبها النظام اللي لبسوا لبس شهداء موقعة البرث اللي مر عليها ثلاث سنين اللي منهم الشهيد المنسي الله يرحمه لبسوا كلهم أول يوم العيد تضامناً مع المسلسل كله كله لبس التيشرتات وكأن الشهداء دول غير الشهداء دول إحنا النقي دول نعمل لهم عزا دول نعمل لهم نعمل لهم أنا بتكلم على شهداء الجيش ماشي ما بتكلمكش على دماء المهدرة في البلاد بكلمك على شهداء الجيش طبعاً كان فيها هجمة شرسة جداً عملها النظام وسائل الإعلام التابعة ليه واللي جال الإلكترونية وفابريكوا فيديوهات وعملوا قصص وحواديت بدون أي دليل واحدوا يوزعوا التهمات على مزاجهم ولحق تركيا قطر حماس الإخوان وكلام من هذا القبيل لا يوجد عليه أي دليل ما طلعوش دليل واحد بس يودوا مجلس الأمنة والأمم المتحدة يشهدوا العالم كله على الاتهامات دي اللي بمملكوش عليها أي دليل أنا بكلم الناس اللي اللي مصر بقيم الحج على الناس اللي مصر يعيش بالغيبوبة أكيد ناس دلوقتي أعداد كبيرة جداً بتفرج من العيشة بالغيبوبة عشان يشتم أو قعد جنب واحد بيتفرج مقتنع ما طلعوش دليل واحد أكتر من ست سنين يودوا لأي جاه محترم يعرضوا للناس النهاردة أعرض لك الحقيقة الكاملة من يكذب ومن يفبرك ومن أساء الاختيار ومن يصنع الإرهاب وكله بالدلائل كله بالدلائل إنما إحنا لنا طريقتنا لما تكون إنت عامل زوبعة سيبك لما تخلص زوبعتك تماماً أقول لك تعالى في حضن عمه تعالى في حضن عمه وأنا أخذك في حضن عمه دلوقتي أتمنى أن أي حد يطلع يرد عسكرياً كان أم إعلامياً من غير شعرات ومن غير شتيمة يرد بالدلائل على اللي هنقولها يرد بالدلائل على اللي إحنا هنقوله الشهيدة الله يرحمه المنسي واللي معاه كان فيه تسجيل صوتي خرج للشهيد المنسي صح؟ صح دعنا لحضراتكم وقلنا ساعتها أن الوضع صعب وتسألنا مع بعض وتحدثنا عن ده بإسهاب وقتها ودعنا التسريب وساعتها المتحدث العسكري خرج ينفي هذا التسجيل اللي بيؤكد وجود تقصير أمني شديد أفكركم باللي قلناها وقتها وأكدنا على رفضنا الكامل لكل الدماء المصرية المهدرة كانت بزي أو كانت بجلبية من ضمن الحقيقة الغيبة في مصر المواقع المصرية وصحف المخابرات نشر التسريب وقالت أنه للضابط أحمد المنسي قاد السعقة اللي توفي في العملية الإرهابية أهم الشهيد أحمد المنسي في مقطع صوتي قبل استشهاده لنجيب حقهم لنموت زيهم زملائه يؤكدون أنه صوته زملائه يؤكدون أنه صوته وأصدقاء النقيب محمد صلاح والملازم حسنين يدعون لهم تعال نشوف الفيديو الأول التسريب الصوتي أنا هو أكبر لكل أبطال شمال سينة ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا أنا لسه عايش في جوم جماعة دواعش التكفريين علينا في مربع البارس دخلوا بكام عربية مفخخة وهدوا المابتات وهدوا كل النقطة وأنا لسه عايش أنا أربعة ساكر متمسكين بالتبع ومتمسكين بالأرض عشان خاطر زميالنا الشهداء ما نسيبهمش ولا أي مصاب هنسيبه بسرعة يا رجال أي حد يعرف يوصل للعمليات يبلغهم يضربوا مدفعية إحنا لسه عايشين ومش هنسيب الأرض دي وعليها أي شهيد ولا أي مصاب الله أكبر لنجيب حقهم لنموت زيهم الناس كلها رجالة تدعي للناس اللي هنا بعدما الفيديو انتشر اللي مش متأكدين من صحته الناس سألت أسئلة منطقية عن التقسير الأمني وعن إزاي سابوا الناس تموت وإزاي يتم تسريب صوتي من جوة الجيش الأساس أنه ما تسربش من رياسة يعني قبل كده فطلع المتحدث العسكري ينفي التسريب الصوتي في كل حت في كل حت المتحدث العسكري ينفي صحة التسريب الصوتي المتداول لقائد الكتيبة 103 ساقة بعدما كان المواقع وصحف النظام العسكري هو اللي عمل ده بس لما طلع أي حد يسمع التسريب اللي حقيقة كان في ناس كتيرة جداً اللي اعترضت عليه ومتسألة عن هذا الأداء اللي هم اللي أكدوا عليه قالك لا 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 مش صح مش صح الله يرحم الله يرحم كل الدماء التي سالت في هذه البلاد كل الدم المصري حرام التسجيل ده أنا فهل متحدث العسكري حينها بكل الوسائل وببيانات رسمية في كل القنوات والإداعات والجرائد والمواقع ورجعوا زعوف المسلسل وأكدوا من هو صحيح وحطوه على منصة ووتش إت التابعة للمخابرات الحربية منسي الأسطورة بصوت المنسي رسالة منسي الأخيرة أي حد يقدر يشوف المشهد مش عرضه لكم إن دي حقوق المخابرات الحربية اللي ساعتها النظام كل هم وقتها مش دم الشهداء ولا الناس دي ماتت ليه النظام كل وقتها مش دم الناس لا كان النظام سنة 2017 وقت ما استشهد المنسي الله يرحمه هو ورفاقه كان كل همه إن ينفي إن فيه تقصير أمني المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر أرفاعي صحة التسجيل الصوتية المتداول لشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسي الرسالة اللي كان في متداولة النهاردة منسوبة لي الشهيد أحمد المنسي أولاً هذا تسجيل مفبرك وغير صحيح ولا علاقة له بالشهيد فأزاء التسجيل قيل أنه منسوب للعقيد أحمد منسي قائد كتيبة الصعقة اللي استشدت في هذه المواجهات الرسالة اللي كانت النهاردة متداولة من الصبح غير صحيحة وغير حقيقية ومفبركة وهذه الرسالة أو التسجيل ضمن رسائل حرب المعلومات بمعنى أنها دعاية سلبية كان بيقولوا فين هو بيحس الناس أن احنا مستمرين وبين نقاتل حتى أقل اللحظة لكن ما فيش تواصل بيننا وعندين بعض الإندادات لي يعني إفعاتنا ودعمنا طبعاً يعني ظاهره الرحمة وباطنه هو الخفث الشديد هم يحاولون أن ينشروا نوع معين من الرسائل شبكة القوات المسلحة شبكة مؤمنة وغير مخترقة وبالتالي ما فيش حد بيدخل عليها عشان يأخذ تسجيل ويحطه على فيسبوك وعلى تويتر أو ينشره أو كده دي خاصة بس بالقوات المسلحة لا ما تقولش عليهم أوساخ لسه لسه بعد انتهاء موجة الفوران المفتعل لماذا كان الاختيار اختياراً فاشلاً تسريب كل همهم ولا ما همهم اللي ماتوا ولا اللي راحوا البناء أدم ملوش تمن في مصر اياً كان ملوش تمن صدق كلها متجرة طيب كل همهم ان كان ينفوا التسريب موسى يقرم الورق وكلهم كذب 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 واكيد استمتعت بالتسريب وتألمت لي وبكيت لما سمعته في المسلسل حد رجع قال للناس دي انتوا كنتوا بتكذبوا انتوا كذبين لما انا هطلعلك تلاتين كد بحيلوا رقم تلاتين ده كنتوا كذبين لما كنتوا بتقولوا كده ازاي تبقى الحكاية كده وكنتوا بتقولوا عليها كده يعني كان فيه تقسير الرجل بيقوله هو انتوا عادتوا تنفوا كذبين زي ما كل مرة بتكذبوا يبقى اول كدب ايه تسريب اللي نفوه وبعدين نستخدموه في المسلسل واقروا به وبقى محطوط دلوقتي يوم حقق اعلى المشاهدات على الموقع السبوبة بتاع المخابرات الحربية ووتش ايت عايز لاكتر من كده والقبشع من كده مستعد مستعد عشان اوريك ان دي اعصابة نيكسة تتاجر بدم ولدنا عايز الابشع من كده اعصابة جمدة انا بتحدث مع اهلنا المغيبين نفو اصلا ان شهيد احمد المنسي كان في الكمين نفو ان الشهيد احمد المنسي كان في الكمين وانه كان رايح ينجد الكمين كانوا بينفوا اللي حصل في الموقع من اساسه انا بوريك الدناءة كانت وصلة لفين في محاولة الكدب والزور في الدفاع عن هذا النظام لا التسريب كان حي ولا احمد المنسي كان في الكمين مش انا اللي بقول الاعلام النيجس اللي بيقول هذا التسجيل ثابتا صحته تماما وهو من الناحية المنطقية ليس من المعقول ان يجونا هناك اولا القوات الخاصة بهذه الكتيبة هي القوات التي تحركت لدعم لقاط التمركز لدعمها مش هي القوات اللي تم من هجوم عليه الشهيد ما كانش في الكمين لا التسريب كان حقيقي بتاع المنسي هكذا كانت تقول قوات المسلحة واعلامها ولا الشهيد احمد المنسي كان في الكمين اصلا ما كانش في الكمين انما احنا نعمل المسلسل بعد كده نقول انه في الكمين وهو كان في الكمين هذه الحقيقة بس دول كدبين وفاكرين ان ده شعب بلا ذاكرة القوات الخاصة بهذه الكتيبة هي القوات التي تحركت لدعم لقاط التمركز لدعمها مش هي القوات اللي تم من هجوم عليه الشهيد ما كانش في الكمين الشهيد احمد كان قائد كتيبة الشهيد احمد كان في الطريق لتقديم الدعم الى اسف ابطال الكمين وبالتالي هل تتوقعون قائد كتيبة بيحاول ان يجمع جنوده وضباطه ومع ادوات اللاسلك اللي بيحاول يتواصل بها مع اطراف عديدة يكون لديه من الوقت ومن الامكانيات ان يسمح بتسجيل مثل هذا التسجيل الصوتي ارجو دائما ان نتحرق الدقة في هذا الامر التسجيل زي ما شفناه الحقه شوفه اعمله لا هو كان الشهيد البطل في الطريق لتقديم الدعم لابطال الكمين طبعا التسجيل غير صحيح وبالنسبة لقادة القوات المسلحة ومستوى قائد كتيبة في ادارته للعمليات اولا هو غير متواجد النقطة في الاساس لانه بيقود الكتيبة من مقر مركز عمليات الكتيبة تصدق مين تصدق هؤلاء ولا تصدق المسلسل ولا تصدق اللي انكر وبعدين اعترف ولا تصدق التسريب اللي كان مضروب وبعدين طلع سليم وبقى ايقونة المسلسل ماسترسين كل عمل فني ليه مساتر كده لقطات لا تنسى تصدق مين تصدق ان الشهيد احمد الشهيد المنسي الله يرحمه هو وزميله كان في الكمين ولا برا الكمين راح ينقذهم ولا كان موجود دا مستوى قيادتهم ولا مش دا مستوى قيادتهم كان يقود من الداخل ولا من الخارج تصدق مين بس انا بقولك لازم تعد وقت الفور هنتقعد كده وتبص وتنتظر شوف شهر بيجدبوا ويطلعوا علينا لقطات ويحطوا اسم وانا اصلا لم اأتي بكلمة اختيار على الثاني لمدة شهر استنى اصبر بعد العيد هنجيبك احكا احنا بعد العيد بنجيبك احكا طيب مين اللي قتل الشهيد باذن ربه المنسي وغيره دا سؤال مهم جدا جدا صح مين اللي قتلهم الاخوان قطر تركيا مين اللي قتلهم عندك اجابة اللي قتلهم زباط شرطة وجيش سابقين اه اه والله اللي قتلهم زباط شرطة وجيش سابقين اللي قتلهم زباط شرطة وجيش سابقين زي اللي قتل السادات كانوا زباط جيش حاليين اللي تقل كل العالم وبقى كل جماعة الإسلامية كانوا زباط جيش السؤال اللي لازم مصر تدور عليه ليه زباط الشرطة والجيش دول بقوا كده طبعا الكل عارف في مصر مش محتاج أقول إن أي زابط خش الجيش أو الشرطة نهيك إن في الغالب بيكون أسرته زباط كبار في الجيش أو الشرطة أو القضاء وبيتم مراجعتهم مراجعة شديدة بيتفلى اللي خلفوه صح صح ومع ذلك خرج هؤلاء إيه اللي حول هؤلاء لكده هجاوبلك لن أترك بإذن الله سؤال بلا إجابة بلا إجابة يقال في المثل المصري بعد العيد ما فيش كحك في معه معتز بفضل الله وقناة الشرق بعد العيد فيه كحك كحك كبير قوي اللي قتالهم إدر المسلسل على كل الأكاذيب وعلى كل الأراجيف وعلى كل حاجة أنا جبتلك ضربتلك اللحقتين الرئيسيين في المسلسل يقولك إن قطر أو تركيا أو حماس أو الإخوان ليهم صباع لم يجرؤ طيب اللي قتالهم مين؟ زباط شرطة وجيز سابقين عايزة لأكتر من كده؟ المسؤول الأول عن الموقعة شارك في مذبحة ربعة شارك في قتل الإخوان ونحرهم أيوة أيوة مين اللي قالوا إن المسؤول الأول عن العمليات الإرهابية والعمليات في السينة؟ تعالوا نشوف الأخبار المنشورة والرواية اللي في المسلسل بالصور الخائن حنفي جمال الذي أصر على موت المنسي بنفسه وببندقيته وشارك في محاولة اغتيال السيسي ها؟ حنفي جمال المجرم حنفي جمال من غير ما فكر لو فيه أي دليل على هؤلاء اللي بيتربصوا بمصر كانت مصر أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم فتحة تمانين قناة جديدة وتزيع فيها بس الدلائل دي عشان تفضح الخوانة في كل مكان مين حنفي جمال؟ ده واحد من الزباط اللي هربوا من الداخلية؟ شارك في قتل الإخوان والمعارضين في ربعة وكان بيدافع عن ده كله بالدليل ده خبر في الوطن نشر في 11 مايو 2016 قبل سنة من العملية الإرهابية اللي حصلت في كمين البارث للشهيد بإذن ربه المنسي والضباط والمجندين ولدنا من أبناء القوات المسلحة هذا الخبر بيقولك أن حنفي ورفاقه هربوا وعملوا عملية في حلوان ضد الشرطة قبل ما يروحوا سنة انفراد بالأسماء والصور التفاصيل الكاملة حول الضباط المختفين قبل مذبحة حلوان 11 مايو 2016 حنفي جمال كشفت مصادر أمنية مطلعة للوطن تفاصيل جديدة عن الضباط الأربعة الذين اختفوا وانقطعوا عن العمل منذ 29 إبريل الماضي ويشتبه في تورطهم في جريمة اغتيال تمانية من أفراد وضباط الشرطة بحلوان صباح الأحد الماضي وحصلت الوطن على صورة ضوئية من تحذير أرسله قطاع الأمن الوطني بخصوص الضباط الأربعة بعنوان هام جدا وارفقت به صورهم ده الأمن الوطني بيحذر الجهات الأمنية التانية من المخابرات الحربية بيقول لهم فيه أربع ضباط عملوا الجريمة دي وهربوا قبل سنة من عملية البرث وانا عاملة نفسي نايمة وانا عاملة نفسي نايمة وانا عاملة نايمة يعني ما فيش أي حاجة إيه اللي جرى وارفقت به يطالب بتجديد الخدمة والحراس على جميع البوابات والمنافذ الخاصة بتأمين قصر للتحادية ومقر أخر وعدم السماح لأي فرد أو مركبة بالاقتراب من البوابات والأسوار وتفتيشها تفتيشا دقيقا والإبلاغ الفوري عند التعرف على الأشخاص الأربعة وذكر أسماء الضباط رباعية وتواريخ ميلادهم وسنة تخرجهم حنفي جمال زابط هارب شارك في مدبحة ربعة أو كان شاهد عليها ليه الناس دي حولت هجواب لك كيف تحولت الناس دي من كده وأضافت المصادر أن الضباط الأربع هم خيرت سامي عبد المجيد ومحمد جمال عبد العزيز وإسلام وقام أحمد وحنفي جمال محمد وقالت المصادر أن أحدهم كان يطلق عليه في العمليات الخاصة البنوتة لأنه أخي خجول والأخير حنفي جمال من الصعيد وولده مستشار يصعب أن يسمح لابنه بأن ينضم لجماعة الإخوان أو جماعة تكفيرية ده الأولان اللي قتل الشهيد المنسي ورفاقه في موقعة البرث في المدبحة الإرهابية قيلتوا مستشارين الناس دي مش بس شاركت في واحدة من أكبر المدابح في تاريخ مصر مدبحة ربعة دول كانوا بيدفعوا عن اللي عملته الدخلية في المدبحة وذكرت مصادر مقرمة من الضباط المختفين أن الأربعة دفعة 2012 وشاركوا في فضة اعتصام ربعة العدوية وقدوا عملهم بقوة عملهم بقوة يعني إيه؟ في نحرق المعتصمين في قتل المعتصمين في التمثيل بجثث المعتصمين اللي الدولة اعترفت بسبعمية وكل الأرقام المحلية والخارجية والداخلية والإخوانية تتحدث عن آلاف المهم وقدوا عملهم بقوة وكانوا قاربين من الموقع الذي استشهد فيه اثنان من زملائهم هم محمد جودة ومحمد سمير وأضافت المصادر أن الأربعة كانوا يدفعون عن فض ربعة وكانوا يقولون لمن يجادلهم انت ما شفتش الملازم محمد سمير وهو بيموت احنا شفناه مات قدام عينينا والإخوان كانوا مسلحين ومعاهم عناصر بأسلحة ثقيلة كما شاركوا في المهام الخاصة وكثير من عمليات ضبط القيادات والعناصر الإخوانية وكانوا ضمن قطاع سلامة عبد الرؤوف للأمن المركزي هذه الدلالة تقول لحضرتك حكتين أولاً لا يمكن تقول عليهم إخوان لا يمكن تقول عليهم إخوان وتاني دلالة لما الناس دي كانت بهذا الجبروت إيه اللي حولها ضد الجيش والشرطة ده أهم سؤال لازم تجاوب عليه لنفسك كمواطن لا كإنسان قبل أي حاجة إيه اللي حولهم لكده هقول لك الإجابات إذن علاقتهم بالإخوان زي علاقتك باللغة الصينية وعلاقتهم بتركيا وقطع ده دلالوطن اللي الغلطة غلطة واحدة صدروا لها العدد لما قالت إن تلاتين إيه آه كمية التهرب من تسع جهات كبرى عليهم متهربين العدد اللي صدر من السوق تهربوا من رقم كذا فلوس فاكر تلم العدد كله وتفرم وبينطقوش يعنيه مش بس إن هم شاركوا في المدبحة لا بيدفعوا عن قتل الناس في ربع الناس دي هربت من الدخلية وصدر تحضير أمني بأسماءهم يتم تشديد الخدمة والحراسة على جميع البوابات والمنافذ الخاصة بمجموعة تأمين المقر والاتحادية وفل السلام والمقر الجوي وعدم السماح لأي فردة أو مركبة بالاخترام البوابات إلا بعد التعرف وتفتيشها تفتيش دقيق ويتم الإبلاغ الفوري عند الاشتباه أو التعرف على أحد الأشخاص القاتية هم كانوا بيأمنوا مين؟ شاطر بيأمنوا السيسي إنما أولادنا أولادنا تشديدوا المهام ونجحوا في هذه المهام الحمد لله خيرت سامي عبد الحميد محمود السبكي سلام وأم أحمد حسن حنفي جمال محمد سلمان محمد جمال عبد العزيز دي صورة حنفي جمال سلمان أهو الأخ المجاهد أبو أمر تقبله الله حنفي جمال محمود سلمان سلمان أهو ده اللي مكتوب دي صور كيف هتحولت تلك الناس من مدافعين بشراسة عن أوسخ عمليات وإجرام اتعمل في حق هذا الشعب بتلك المدابح إلى مشاركين في قتل زميلهم من الجيش والشرطة مش ده السؤال يا جماعة اللي لن يجوبك عليه مسلسل للشؤون المعنوية ولا متحدث باسم الشؤون المعنوية ولا زب إزاي الناس دي تحولت لكده ده زم بمين الناس دي تحولت بسبب ما رأوه من جرائم وفترة الناس دي كانت مغيبة لفترات بعدين لما في قلب الحدث شافوا قد إيه إن فيه إجرام وفيه بشاعة وفيه قتل أنا ما بدفعلكش عن حد هؤلاء انتهوا إرهابيين بدأوا هوريك البدايات أحكي لك كل حاجة حد قالك أنصر بيت المقد إزاي حكيتهم ستسمحها عصرياً في مع معتاز اللي شافوه طب بالله عليك أنا قلت لك لا أحد في مصر حتى اللحظة يستطيع أن يحدد بدقة عدد الزباط اللي اتأتلت أو تم حبسها وسحلها بسبب إنها رفضت تنفيذ الأوامر الإجرامية بقتل مدنيين أو قيام بالمدابح وإن العدد كبير جداً قلت ده عشرات المرات الناس دي من اللي شافوه من جرائم وعدم السماح ليهم إنهم يقولوا رأيهم ولا يتكلموا تحولوا الإرهابيين بيقتلوا في الداخلية والجيش بل إن حنف سليمان المتهم الرئيس في قتل المنسي وعمليات كتيرة في سينة أعلنوا إنه هو متهم بقتل السيسي شوف تحول من فين لفين بالصور هؤلاء هم الضباط المتورطون بمحاولة اغتيال السيسي طبعاً ده خبر كل الأخبار دي يعني طلعة ما فيش يعني ما شافاش حد في الجورنال دي بتطلع تخش على الحكاية بدون أي تفكير وده الخبر اللي أعلنوا عنه في الفين وطمنتاشر عن اغتيال حنفي سليمان المتهم بقتل المنسي واللي كان بيدافع عن قتل الداخلية لشهداء ربع الإرهابي حنفي جمال محمود سليمان مين الإرهابي حنفي جمال محمود سليمان أيضاً كان ضبطاً في وزارة داخلية أو في الأمن المركزي ده المسؤول عن التخطيط للعملات الإرهابية المجموعة اللي بكلمكم عنهم دلوقتي كانوا مكلفين اغتيال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واغتيال اللواء محمد ابراهيج موزير الداخلية واغتيال اللواء متحة المنشاوي قائد الأمن المركزي أو مساعد وزير الداخلية أمن المركزي ماشي؟ تهت مني؟ المنسي التسجيل أعلنت الدولة بجيشها بصلطاتها بإعلامها إنه تسجيل كاذب وطلع التسجيل صحيح؟ واستخدم في المسلسل وأصبح مصرسين في المسلسل الدولة أعلنت إن المنسي نفت عن طريق ألسنتها إن المنسي أصلاً كان في الكمين كانش في الكمين وتعمل مسلسل كله على إنه كان في الكمين اللي عمل العملية ملوش أي أنا عايز بقولك أنا عايز ردود حقيقية لن تجرؤ عليهم لنتم ولا غيركم لأنكم احترفتوا الكد والتلفيق والخداع والتزوير والدحكة على الشعب اللي قام بالعملية لا ليه علاقة لم يجرؤه لم يقسبك من الأكاذيب اللي بتقال طول وقت لم يجرؤه من يقولك ليه علاقة لا بقطر وتركيا ولا بحماس ولا بإخوان وإلا كانت مصر قامت الدنيا ومع عادتهاش ده الجزء الأول في الحكاية مين اللي قتل المنسي وغيره من الشهداء إخوان ولا مين على فكرة أحمد المنسي اللي بنحتسبه بإذن الله شهيد فيه روايات كتيرة بتؤكد إنه كان مؤيد للثورة ده حتى آخر جملة أجألها في التسجيل مستوحى من هتافات الثورة ينجيب حقهم ينموت زيهم وفيه شاب واحد من الشباب اللي كان بينزل مظاهرات الثورة وتم اعتقاله أكتر من مرة بيحكي عن أحمد المنسي الله يرحمه وإنه دافع عنه في أحداث مجلس الوزراء اللي كان بيعتدي فيها أفراد من الجيش على الشباب السلمي شاب حكي حكيته الجميلة اللي عملها فيه أحمد المنسي كيف أنقذ حياته المنسي أنقذني في 2011 من كتيبة عساكر جيش كاملة نزلين فيها ضرب في أحداث مجلس الوزراء بالشوم والبيادات وهو كان قائد كتيبة لتأمين السفارة الأمريكية وملوش علاقة بالأحداث دخل وسط كل ده وخدت ضرب مكاني وتصاب في راسه بشومة من العساكر وما سبنيش غير لما تأكد إني في أمان ولو لا بعد الله عز وجل طبعا كان زماني ميت من تسع سنين ياسين محمد بيحكي الحكاية في 27 إبريل 2020 الإسبوع الأول من رمضان ناشي؟ ده الجزء الأول من الحكاية مين اللي قتل الشهيد أحمد المنسي وزميله؟ إخوان؟ ولا زباط شاركوا في مدابح ضد المواطنين السلميين وشافوا الدم بيسيل أنهارا من أبناء شعبهم وانقلبوا على الشرطة وعالجيش واتخدوا أسلوب عنيف في الرد وتحولوا الإرهابيين أنا بكلمك بالدلائل مش بتهم وهمية الناس دي إيه علقتها بقطر ولا تركيا ولا بحماس ولا بالإخوان دول كانوا بيدفعوا باستماتة عن قتل الناس قتل أهلهم في الأول لما كانوا مغيبين كانوا بيدفعوا عن قتل أهلهم